موسيقى نجي هلأ نحكي عن الكريم هو عبارة عن بتم استخدامه اكسترنال على الاسكن في منه 2 تايب في عنا الفانيش كريم والكالدي كريم هلأ بالنسبة للفانيش كريم اللي هو oil in water هذا الكريم اللي بتم استخدامه في النهار بينما الكلدي كريم اللي هو water in oil اللي بتم استخدامه في الليل الكريمات بعتبرها emulsion لأنه بستخدم معها emulsifying agent هلأ المواد الحافظة بضيفها على الكريمات عشان امنع النمو المايكروبي ايش المواد الحافظة اللي بضيفها اللي هي البنزوك ايصد والكلورا سيروسول تضربة 21 اللي هي الكلدي كريم النايت كريم water in oil الار اكس اللي هي السبيرامكت 125 جرام الوايت بي واكس 120 جرام مينيرال اويل 560 جرام صوديون بوريت 5 جرام واتر 190 مل الميثود راح احط السبيرامكت مع الوايت واكس مع المينيرال اويل على الووتر باث في بيكر واستناهم حتى يذوبوا طبعا درجة حرارة الووتر باث ما لازم تطلع عن 70 سليسيوس راح اذوب الصوديون بوريت مع الووتر تمام برضو على الووتر باث بعديها اضيف السليوشن اللي عملته في البداية على الصوديون بوريت مع الووتر واحركهم جيد حتى يتكون عندي الكريم الاستخدامات الكلدي كريم اللي هي عبارة عن مرطب وممكن استخدمه مضاد للحكة وبرضو كواقي للجلد لون اللابل حيكون عندنا ريد اكستيرنا اليوز الفانيشنج كريم تجربة رقم 22 هو الكريم النهاري او الدي كريم اللي بتم استخدامه في فترة النهار بيكون الطور المائي فيه اكثر من الطور الزيتي الار اكس لالها عبارة عن ستريك اسد وايت بي واكس فازلين بروبيلين غلايكو ووتر نبدأ جزيته مختار مثل فبريبيريشن اول شي لازم يكون عارفين انه عنا رح نشتغل فيه طورين هنا بالشغل اول شي الطور الزيتي اللي هو اللي يتكون من ستريك اسد وايت بيز واكس في فازلين بحط الفازلين والوايت بيز واكس بالكروسابل بضيفة الها الستريك اسد شوي شوي مع التحريك بعمل الطور المائي اللي هو اللي هو تراي ايثانولومين مع بروبيلين غلايكول و اشتو او بضيفة كلهم مع بعض في الكروسابل بحطنا على الووتر بعدين بس يسخلنا شوي ارجع عضيث الطور المائي كامل على الطور الزيتي بشكل تدريجي مع التحريك حتي يجهز عنا الكريم استخدامات الفانيش كريم هو عبارة عن اموليانت كمرطب لون اللابل سيكون عنا ريد اكسترنال يوز ترجمة نانسي قنقر